يعني أنا أفهم أفهم تماماً أنه أنت لا تنقصك اللباقة ولا الوعي ولا الإدراك أنه أنت تفهم كلامي صح بس أنت منتجاوب بهذه الطريقة على كلامي أنت جاي ترسل رسالة للعرب والعراقيين بأنه إحنا عدنا قوالب ثابتة في التعامل وياكم يعجبكم أهلاً وسهلاً ما يعجبكم فأنتم إسرائيليين ومطبعين وده أقول لك أنت ما تقدر أنت يا أستاذ أمير ما تقدر تزاود العراقيين فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية من 48 إلى الآن أنت ما تقدر ما عدنا من رصيد في المقاومة أنت ما تملكه نهائي آخرها آخرها اللي في الدولة العراقية بالحرب الخليجي العراق ضرب إسرائيل وإسرائيل ضربها 39 صاروخ بتل أبيب وإسرائيل بحينها نكرت أنه أضرار أصابت إسرائيل وتل أبيب لكن قبل أشهر صدرت تقارير حديثة كشف عن المعلومات الأصلية والحقيقية شنو كان حجم أضرار الصواريخ العراقية عسر يا أستاذ غيثي الوقت بدأ يخلص إحنا العراقيين صنعناها بدينة وطارت من أرضنا ونزلت بتل أبيب إنت إيديك ما طيرت شي من أرض إيران ووصلت بتل أبيب يعني هذه وحدة زين بعد أكو نقطة أستاذ أمير عسر يا أستاذ غيثي العراقيون ذولاك هم موجودين متفونين بالضفة الغربية بالمقابر مع الجيوش العربية الأبطال العراقيين اللي قاتلوا إسرائيل ومتفونين بإسرائيل مقابر موجودة ما تقدر تمحي هذا التاريخ وتصدر الآن نفسك أنه إحنا كل إحنا الشعوب العربية ما بينا خير وما واكفين الشعب الفلسطيني وإنتم الواكفين وإنتم الوحيدين الآن مدافعين عن قضية فلسطينية مثل ما أنا يا أستاذ أمير ما أصادر حقك ولا أصادر حق الشعب الإيراني والجمهورية الإسلامية في المقاومة وتبني خيار المقاومة لكن أنه أنت تصادر تاريخ العرب في المقاومة وفي مساندة الشعب الفلسطيني وفي تبني القضية الفلسطينية أقول لك لا هذا الكلام مو مقبول من حضرتك نعم أستغرق ثم أنت اللي تتحدث عن من شنو موقفنا يا لبنان نحن بالنصارة لازم مع اللبنان العراقيين كلنا نحن نظاهر وندافع عن الشعب اللبناني ونساند المقاومة اللبنانية وحتى بزمن صدام حسين نحن نساند المقاومة اللبنانية أستاذ غيف انتهى وقت يعني هذه النظرية اللي يفهمها الشعب السوري أنت ما تقدر تقدم نفسك على أنه كنت ناشط حقوق إنسان تقدم معونات إنسانية للشعب السوري زين؟ أما بالنسبة إلى اليمن اليمن دولة عربية والسعودية عندها تاريخ من العلاقات والحدود والمصالح والشعب اليمني والشعب السعودي يشترك في شلطة الاجتماعية والثقافية ما ممكن تختزي لليمن بتنظيم متطرف عقائدي مثل أنصار الله الحوثيين وتعتبر هذا هو فقط الشعب اليمني أنتم قدمت لليمنين صواريخ قراد وكاتيوشا وطيارات درون أما السعودية والدول العربية والعالم قدموا للشعب اليمني الإغاثة الإنسانية والأكل والشرب والدعم الاقتصادي وقدموا الأدوية والعلاجات أرجوك يا أخي هاي الطريقة تتحدث بيها تحولني أنا غيث التميمي إلى بوق لإسرائيل وبوق للتطبيع عيب عيب كافي هذا المنطق عيب إلى متى نختلف معاكم وليش يحولك وقضايا حقيقية ومقضايا وإنسانية استاذ غير احنا أبواق لإسرائيل احنا أكبر منكم ومن إسرائيل ومن مقاومتكم المتهمة بقتل الشعوب ما عندك أنت مقاومة نزيهة حقيقية أنت مقاومة مضمخة بدماء العراقيين والسوريين واللبنانيين والجوحة وشعوب فإحشوا ياي باحترام وما من حقك تتهمني احنا أولى منكم بالشعب الفلسطيني وأولى منكم بالمقاومة وعندنا تاريخ بهاي الملفات ما يصير هذا المنطق مالك سلوح